بسم الله الرحمن الرحيم هذا المصحف الشريف كتابة العالم العثماني أبو القاسم خنساري رضي الله عنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول يا رسول الله أنا أكتب القرآن هل من كرامة؟ قال نعم ودله كيف يكتب القرآن فتظهر كرامة التوافق بين أحرف القرآن وبين كلماته تقدم لأشرحها انظر هنا كتبه أحد عشر سطرا أمبر سطر واحد إثنان سلاسة أربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسع عشر أحد عشر أمبر خمسة هنا وخمسة هنا دائما يتقابل الحرف هنا ألف الحرف هنا ألف الثاني ميم الثاني ميم الثالث واو الثالث واو نفسه الرابع لام الرابع لام الخامس را الخامس را نفس الحرف أين ما نقلب هكذا دون تفتير واو أقرب واو 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 الف الف هنا الثالث ميم واو 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 وهكذا هنا انظر في اول البقرة مثلا معجزات كثيرة ربما كل الاية كوافق كيف ربما انظر في السطر الثاني هنا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم في السطر الثاني هنا يا بني إسرائيل اشكروا النعمتي التي أنعمت عليكم كله توافق فالإمام اتحذنا سعيد النورسي رضي الله تعالى عنه عندما يحضنا على التفكر في القرآن لنتشف أسراره فاجعلوا حياتكم فقط مع القرآن وجهوا القبلة وحدوا القبلة الحمد لله رب العالمين